الوصف التقني لرمز مشكلة أوبي دي 2، مستشعر ضغط سائل ناقل الحركة، مفتاح الدائرة بمتقطع ماذا يعني ذلك، ينطبق رمز مشكلات تشخيص المحركات، المحركات العامة هذه عادة على جميع المركبات المجهزة بنظام أوبي دي 2، مثل جنرال موتورز وشفرولي وهندا وتويوتا وفورد وما إلى ذلك، ولكنه يظهر في كثير من الأحيان في سيارات نيسانة، عادة ما يتم العثور على مستشعر مفتاح ضغط سوائل ناقل الحركة، تي أف بي أس، متسلا بجانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة، على الرغم من أنه قد يوجد أحيانا مثلتا في جانب علبة جسم النقل نفسه، يحول تي أف بي أس ضغط النقل الميكانيكي إلى إشارة كهربائية لوحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة بي سي أم، أو وحدة التحكم في النقل تي سي أم، عادة، يقوم بي سي أم تي سي أم بإبلاغ وحدات التحكم الأخرى باستخدام ناقل اتصالات البيانات في السيارة، يتلقى بي سي أم تي سي أم إشارة الجهد هذه لتحديد ضغط تشغيل الإرسال أو عند حدوث التحول، يتم تعيين هذا الرمز إذا لم يكن إدخال بهذا طابقا لجهود التشغيل العادية المخزنة في ذاكرة بي سي أم تي سي أم، قد يكون أيضا بسبب مشاكل ميكانيكية داخلية داخل ناقل الحركة، ارجع إلى دليل الإصلاح الخاص بالمركبة لتحديد الدائرة بي لسيارتك، عادة ما تكون بي صفر ثمانية أربعة تسعة مشكلة في الدائرة الكهربائية، دائرة استشعار تي أف بي أس، على الرغم من أنه كما ذكر سابقا، قد يتم أيضا تعيين هذا الرمز بسبب مشكلات ميكانيكية، تسربات داخلية، أو كرات فحص متصدعة أو مفقودة في جسم الصمام، وانخفاض ضغط تشغيل النظام، ضغط الخط الرئيسي، صمام عالق في جسم الصمام، لا يمكن تجاهل هذا في مرحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع مستشعر تي أف بي أس وألوان الأسلاك، ذات الصلة مستشعر ضغط السائل المتغير رموز الدائرة بي بي صفر ثمانية أربعة خمس ناقل الحركة مستشعر ضغط السائل، أتبديل بالدائرة بي صفر ثمانية أربعة ست ناقل الحركة مستشعر ضغط السائل، أتبديل بأداء نطاق الدائرة بي صفر ثمانية أربعة سبع ناقل الحركة ضغط الضغط السائل، أتبديل بالدائرة المنخفضة بي صفر ثمانية أربعة ثمانية مستشعر ضغط السائل، أتبديل بالدائرة العليا الرمز درجة الخطورة والأعراض تعتمد درجة الخطورة على الدائرة التي حدث فيها الفشل، وبما أن هذا قد يكون عطلاً كهربائياً أو عطلاً ميكانيكياً، يمكن أن يعوض PCM-TCM إلى حد ما، قد يعني الفشل أن PCM-TCM يعدل تحول الإرسال إذا تم التحكم فيه إلكترونين، قد تشمل أعراض رمز المحرك P0849 ميلي، ضوء مؤشر العطل عند التغيير في جودة النقل تبدأ السيارة في التيروس الثاني أو الثالث الوضع الضعيف، الأسباب التي تؤدي إلى تعيين هذا الرمز عادةً، فتح متقطع في دائرة الإشارة إلى TFPS مستشعر متقطع قصير إلى جهد في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS متقطع قصير إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS فشل مستشعر TFPS مشكلة إرسال ميكانيكي داخلي محتملة، احتمال فشل PCM غير مرجح، البرمجة مطلوبة بعد الاستبدال، إجراءات التشخيص والإصلاح تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك الخاصة، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص من الأمثلة الجيدة على ذلك إذا كان هناك أي رموز معروفة مرتبطة بالطاقة مع P0849، أو إذا كان هناك أكثر من جهاز استشعار للضغط، رمز التبديل إذا كان الأمر كذلك، فابدأ بالتشخيص باستخدام رمز الخطأ المرتبط بالطاقة أولاً، أو بالتشخيص متعدد الرموز أولاً، لأن هذا قد يكون سبب P0849 بعد ذلك، حدد موقع مستشعر مفتاح ضغط سوائل ناقل الحركة TFPS في سيارتك الخاصة، عادة ما يتم العثور على TFPS متصلاً بجانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة، على الرغم من أنه قد يتم العثور عليه أحياناً مثلتاً في جانب علبة جسم النقل نفسه، بمجرد تحديد الموقع افحص الموصل والأسلاك بصرياً، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، افصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل، تحقق مما إذا كانت تبدو محترقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، خاصة إذا كانت مثبتة خارج علبة الإرسال استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف إذا كان لديك أداة مسح، امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمز P0849 يرجع، إذا لم يكن كذلك، فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات هذا هو المجال الأكثر شيوعا للقلق بالنسبة لهذا الرمز، نظرا لأن توصيلات النقل الخارجية لديها أكبر عدد من المشكلات المتعلقة بالتآكل إذا عاد رمز P0849، فسنحتاج إلى اختبار مستشعر TFPS والدوائر المرتبطة به، باستخدام مفتاح إيقاف التشغيل، افصل الموصل الكهربائي في مستشعر TFPS قم بتوصيل سلك أسود الفولتمتر الرقمي DVOM بطرف مرجعي أرضي أو منخفض في موصل تسخير أسلاك مستشعر TFPS قم بتوصيل الطرف الأحمر من الفولتمتر الرقمي بطرف الإشارة في موصل ضفيرة الأسلاك بمستشعر TFPS قم بتشغيل المفتاح على المحرك، تحقق من مواصفات الشركة المصنعة، يجب قراءة الفولتمتر إما 12 فولت أو 5 فولت، تذبذب الاتصالات لمعرفة ما إذا كانت تتغير، إذا كان الجهد غير صحيح قم بإصلاح سلك الطاقة أو الأرض، أو استبدل PCM، TCM، إذا نجح الاختبار السابق، فقم بتوصيل أحد أطراف مقياس الأميال بطرف الإشارة في مستشعر TFPS والآخر إلى الطرف الأرضي أو المرجعي المنخفض في المستشعر تحقق من مواصفات الشركات المصنعة حول مقاومة المستشعر لاختبار مقاومة الضغط بدقة عند عدم وجود ضغط عليها، حرك الموصل عند مستشعر، مفتاح ضغط مائع ناقل الحركة أثناء مراقبة المقاومة، إذا لم تمر قراءات الأومتري، أو استبدل TFPS، إذا مرت جميع الاختبارات السابقة واستمرت في الحصول على P0849، فمن المرجح أن يشير ذلك إلى فشل مستشعر TFPS، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد PCM-TCM الفاشل، ولا يمكن أن يعطل الإرسال الداخلي حتى يتم استبدال مستشعر TFPS، إذا لم تكن متأكداً، فاطلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، يجب برمجة PCM-TCMS أو معيارتها في السيارة لتثبيتها بشكل صحيح ترجمة نانسي قنقر